الحمد لله رب العالمين الكلم الطيب ويرفع فيها العمل الصالح وهناك أبواب سماوية يصعد منها الكلم الطيب ويرفع فيها العمل الصالح قال الله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وقد بيّن ذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مؤمن إلا وله بابان باب يصعد منه عمله وباب ينزل منه رزقه فإذا مات بك يا عليه فذلك قوله تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض والمعنى أن قوم فرعون لما دمرهم الله تعالى لم تبك عليهم السماء لأنهم ما كان لهم أعمال صالحة أو أقوال طيبة تصعد فيها ولم تبك عليهم الأرض لأنهم لم يكونوا يعبدون الله تعالى على وجه الأرض بأن يصل له ويسجد ويطيعه فيما أمرهم به سبحانه وأما المؤمن فإذا مات بكت عليه السماء لفقدها أعماله الصالحة التي كانت تصعد في السماء ليل نهار وتبكي عليه الأرض لفقد صلواته وسجداته وعباداته عليها وقد فصلنا الكلام على ذلك مع الأدلة في كتابنا الصلاة في الإسلام والحمد لله رب العالمين